بحضور سعادة السفيرة اللبنانية لدى الأردن تريسي شمعون وعميد الجالية اللبنانية في عمان المهندس فؤاد أبو حمدان عقدت الرابطة الأردنية اللبنانية للصداقة والثقافة اجتماعها السنوية الواحدة والعشرين حيث اطلع الحضور خلال الاجتماع على إنجازات الرابطة الإدارية والمالية خلال العام الماضي وتم انتخاب سامي الصلح منغو رئيسة للرابطة خلفا لرئيس مجلس الأعيان الأسبق طاهر المصري وتسعى الرابطة التي تأسست قبل واحد وعشرين عاما وتضم هيئتها الإدارية عشرة أعضاء بالإضافة إلى السفيرة اللبنانية تريسي شمعون عضو شرف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والأردن في المجالات المختلفة وإقامة أسابيع ثقافية ومعارض فنية الرابطة الأردنية اللبنانية شكلت منذ واحدة وعشرين عام وعادة نجرة العادة أن يكون يوم اجتماع سنوي العام يتم اتخاذ قرارات المناسبة للسنة القادمة أهداف الرابطة الأردنية اللبنانية هو هدف ثقافي وهي تعمل على التواصل الثقافي بين لبنان والأردن وكان لها دور كبير في إقامة الأسابيع الثقافية وجلب المحاضرين المميزين وعمل معارض فن ومعارض كتب ومعارض ارتزاناء ومستمرين بهذا الموضوع وإقامة عشاء سنوي وإقامة نحف الإفطار ومشاركة المجتمع الثقافي اللبناني والأردني طبعا الشعبين الأردني واللبناني أخوان وبعتقد أحسن أحسن سواح في لبنان هن الأردنيين وطبعا لما صارت الحوادث في لبنان الحرب الأهلية إجا لبنانيين كتير هون بقى منحس أنه بلدنا في لبنان وفي الأردن سوا الرابطة بتقوم بنشاط كبير بين لبنان والأردن منجيب محاضرين من لبنان منجيب محاضرين من الأردن للبنان منعمل كل سنتين أسبوع لبنان في الأردن منجيب فعاليات كبيرة من لبنان وحلو أنه يعرفوا مين فيه في لبنان وفي لبنان يعرفوا مين فيه بالأردن بقى أخوة وصداقة وثقافة هيدا شغلنا